موسيقى السلام عليكم نشط الثالث عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين السراج يبحث مع حفتر سبل إيجاد حل عملي للحرب في بنغازي وأعضاء بمجلس النواب يستنكرون الزيارة ويحذرون من خرق الاتفاق السياسي ومعتيب يقول إن الزيارة لا تمثل المجلس الرئاسي مصدر طبي بمستشفى الجلاء في بنغازي يؤكد مقتل شخصين وإصابة إثنين أخرين في سقوط قديفة عشوائية على شارع بيروت في المدينة مقتل شخص وإصابة آخر إثرى محاولتي سقو المفصلتين في مدينة سبهة ومجموعة مسلحة تسطو على طاقم سيارة إسعاف في الطريق بين جالو والكفرة أهلا بكم أفاد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي بن عيسى بأن رئيس المجلس فايز السراج ناقش أمس مع خليفة حفتر العديد من القضايا في محاولة لإيجاد حل عملي للحرب الدائرة في بنغازي منذ سنة ونصف وأشار بن عيسى إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة زيارات يستمع فيها السراج لرؤى كافة الأطراف المؤثرة في الأزمة وفي إطار البحث عن حلول سلمية وفق الاتفاق السياسي وأوضح أن السراج يعمل على إعداد مقترح واقعي يقدم للمجلس الرئاسي لاستصدار ما يتم الاتفاق عليه من قرارات بما تقتضيه ضرورات التوافق حسب وصفه قال نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معتيق أن زيارة رئيس المجلس فايز السراج إلى حفتر هي زيارة شخصية ولا تعكس رأيه ولا توجه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حسب تعبيره أضف معتيق عبر صفحته الرسمية أن مثل هذه الزيارات يجدر بها أن تناقش مسبقا بالمجلس الرئاسي على أن تكون في إطار زيارة جميع أطراف نزاع في ليبيا ضمن خطوات التوافق وأكد معتيق أن الاتفاق السياسي نافذ منذ توقيعه بالصخرات في السابع عشر من ديسمبر من العام الماضي منوها إلى أنه ملزم كوحدة واحدة ولا يمكن إلغاء أو تجويد أي مادة من مواده بالتالي فإن المجلس الرئاسي غير معني بإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي أو أي مادة أخرى فيما طالب عضو مجلس النواف فتح بشاغة الأطراف السياسية بالالتزام بالاتفاق السياسي واحترام أحكامه مشيرا إلى أنه في حالة خرق الاتفاق من أي طرف من الأطراف فإن المشهد السياسي قد يتغير بشكل كبير وحذر بشاغة من أن يتعمد خرق الاتفاق من تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية مطالبا أعضاء المجلس الرئاسي بالاطلاع بمسؤولياتهم وأداء مهامهم بشأن الصلاحيات المطابقة لحكم المادة الثامنة ووفق أحكام الاتفاق السياسي قبل فوات المدة القانونية وأضف بشاغة أن جميع الأطراف الوطنية التي شاركت في إبرامي هذا الاتفاق تراقب عن كثب الأحداث الجارية وترصد بعض المحاولات اليائسة لنقضي الاتفاق السياسي لمصالح معينة من جهته استنكر عضو مجلس النواب عبد الرحمن السويح له زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فيز السراج لخليفة لغويل معتبرا إياه أحد الأسباب الرئيسية للأزمة السياسية الليبية وأحد المتورطين في ارتكاب جرائم حرب ولا يملك أي صفة رسمية ويعد خارجا عن الشرعية حسب نص المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي الليبي رأى السويحلي أن هذه التصرفات ستشكل خرقا خطيرا وغير مقبول للاتفاق السياسي وتؤدي إلى زيادة تأجيج الصراع ولا تصب في صالح التوافق الوطني وأكد السويحلي في بيانها أن الاتفاق السياسي لن يجد طريقه إلى التنفيذ وسينهار تماما في حال خرق أي بند من بنوده ولا يمكن تعديله إلا بإجماع وموافقة كافة أطراف الحوار الليبي دون استثناء يأتي ذلك فيما اعتبر أحد الموقعين على الاتفاق السياسي في الصخرة تأشرف الشح اعتبر لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بخليفة لغويل تعطيلا للاتفاق السياسي وأوضح الشح في تصريحات لقناة ليبيا لكل الأحرار أن زيارة السراج تمت بدون التشاور مع المجلس الرئاسي ولم تكن بعلم أعضائه وأشار الشح إلى أن هناك تواصلا في الوقت الحالي بين أعضاء المجلس من أجل معرفة أسباب هذه الخطوة مؤكدا أن السراج نفى في السابق أي رغبة لديه في لقاء حفتر وكان السراج قد التقى مساء السبت في مدينة المرج بحفتر وعدد من قيادات القوات التابعة له من جهته دعى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر الأطراف السياسية إلى الحوار وبحسب بعثة الأمم المتحدة فقد قال كوبلر أن الطريق الوحيد لحل الأزمة هو الحوار مشيرا إلى أن هذا الحل لا يعد انتهاكا للاتفاق السياسي كما رحب كوبلر في تغريدات على تويتر بإطلاق صراح عضو مجلس النواب محمد الرعيد مجددا دعوته لإطلاق صراح المعتقلين بشكل غير شرعي فورا ودون شروط لتفاصيل أوفا ينضم إلينا عبر الأقمر الصناعية من طرابلس المحلل السياسي محمود إسماعيل سيد إسماعيل بداية ما الدلالات التي تحملها زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوثاق فايز السراج إلى المرج ولقائه بخليفة حفتر بداية يجب علي التعليق في مباشرة في أن الذي تم معه اللقاء هو خليفة حفتر وليس خليفة الغويل هذا ما يجب الإشارة إليه والذي أخطى فيه تقريركم حقيقة ربما يكون الخطأ غير متعمد ولكن عايزة بالتنويه إليه بداية هي غياية غير موافقة لرئيس وزراء يفترض أو رئيس ما يتعلق بمجلس الدولة الليبية والواقع العملي أن هناك إشكال وإشكال كبير جدا يدل على نوع من التخبط في المجلس الرئاسي على عدم قدرة على قيادة البلد على عدم قدرة على إدراف ما يتعلق ببنود هذا الاتفاق إذا تكلمنا أنه اتفاق أيضا على عدم وجود اتفاق بالمطنق نتكلم على شخصيات جدلية ونتكلم على المادة الثامنة ونتكلم على آليات التطبيق وأن يقب على مسافة واحدة من جميع الليبيين ثم يأتي إلى جهة عسكرية متقاعدة ويجتمع بيها لا أن تأتي إليه الجهة العسكرية حقيقة أمر مزعج ومتعب ويدل على عدم قدرة على قيادة هذا الجسم الرئاسي وعدم قدرة على حل حلة الأمور وعدم قدرة على أبحان الأشخاص الذين يثير حولهم الجدل ودلالة غير موفقة في تطبيق اتفاقات ينظر منها أنها ستنقل ليبيا وهو أمر خطير وخطير جدا لا ينظر منه إلا نتائج سلبية طيب ماذا عن تأثير هذه الزيارة إذن على مساعي تنفيذ بنود الاتفاق السياسي سيد اسماعيل هل تتوقع أن يكون لهذه الزيارة أثر على الاتفاق السياسي والأحداث السياسية التي تشهدى البلاد عفوا سيد اسماعيل سيد اسماعيل سيد اسماعيل على الاتفاق السياسي والأحداث السياسية في البلاد لا سيما وأن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معي تيك أكد أن السراج زيارته كانت شخصية ولا تعكس رأيه ولا توجه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تفضل حقيقة نعم أنا ما يجب أن يقال هي ليست لديها أثر على اتفاق ولكن لديها أثر على نتائج متوقفة من هذه الزيارة في هذا الزمن الصعب يتم زيارة شخصيات جدلية يفترض أنها خارج المشهد بحكم المادة الثامنة في هذا الزمن الصعب يقوم بزيارة شخصية دون أن يكون هناك أي تنسيق مع مجلس الرئاسي في هذا الزمن الصعب يفترض أن يلتفت فيه إلى لملمة أمور في وزار المصدر الإشكالي الكبير وهو حفتر حقيقة الموضوع جدلي وليس أوانه وليس صحيحا وحقيقة أنه نوع من اغتصاب السلطة قام بها السيد السراج وقام بتصرفات فردية التصرفات الشخصية لا تنقل ثم لا يقال بأنها مباشرة ستنقل إلى مجلس الرئاسي طيب سيد اسماعيل ماذا عن رد فعل الشارع الليبي؟ سيد اسماعيل في ظل ترحيب كوبلر بجيارة السراج للمرج ولقاء حفتر ما تقديرك لرد فعل الشارع الليبي تجاه ذلك؟ المشكل الرئيسي في أن السراج هو من أتى لحفتر وليس العكس هذه الأولى والناحية الثانية أنه لم يعمله كمواطن وإنما عمله كمنصب والنقطة الثالثة أنه لم يتشاور مع المجلس الرئاسي والنقطة الرابعة أنها جاءت في آليات تنفيذ اتفاق والنقطة الخامسة أنها جاءت بعد أيام فقط من ما يسمى بالبرلمان الذي قام بإلغاء المادة التامنية أو جمدها حقيقة الأمر مزعج ومتعب ويدل على عدم وقوف بموقف حيادية من جميع الأطراب ويدل كذلك على جدلية هذه الشخصية وهل هناك قدرة على قيادة المجلس الرئاسي أم لا؟ السؤالات تطرع والمطروح أكثر والليبيون ينتظرون أفعالا لأقوالا ونعتقد أن المجلس الرئاسي إذا استمر في هذا النهج سيكون مولودا ميتا أشكرك جزيلا المحلل السياسي محمود إسماعيل كنت معنا عبر الأخمر الاصطناعية من طرابلوس أما الآن ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس الخبير جيوستراتيجي غازي معلة سيد معلة تبعا لردود الفعلة التي أعقبت زيارة فايز السراج بخليفة لغويل برأيك هل بات من المتوقع أن لا يجد الاتفاق السياسي طريقه إلى التنفيذ على الأرض؟ أولا لابد أن أقول زيارة كانت لسيد خليفة حفظة لسيد غويل هذه زيارة آتت في توقيت غالط ما يتم معنى الكلمة هذا التوقيت هو توقيت حرج جدا هذا التوقيت الذي ينتظر فيها السيد فايز السراج وماليس الرئاسي أن يعيد تقديم حكمته مرة أخرى إلى البرلمان وأخذ الموافقة عليها لديه عشر أيام منذ أن رفضت الحكومة الأولى هذا التوقيت الحرج في هذه الفترة الحساسة جدا في هذا التوقيت الذي تكثر فيه الإشعار وتكثر فيه الأخبار الصحيحة وغير الصحيحة حول عديد صحيح منها هل المادة الثامنة ستجمز أم ستعاد نظر فيها هل السودة أو الاتفاق ستيعاد النقاش فيه أو لا في هذا الظرف الحساس يزور السيد سيد السراج السيد خليفة حفقة بقطع النظر عن موقعه وعن تصرفته وعن إمكانة جدرية أو لا في هذا التوقيت الحساس أعتقد أن هذه الزيارة كانت زيارة ما أعتقد مدروسة من طرف السيد سيد السراج لخلق مناخ معين تمرير شيء معين لا أعتقد أن هذه الزيارة زيارة جاءت بطريقة غير مدروسة لا أعتقد تماما لأن السيد سيد السراج هو من الناس الفاعلين في مرهب السياسي وهو أصبح الآن رئيس مدروسة الرئاسي ويعلم جيدا طيب هذه الزيارة هذه الزيارة لقت ترحيبا من المبعوثة الأممية إلى ليبيا مارتين كوبلر تصريح المبعوثة الأممية المؤكد على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة هو الحوار وأن الحوار لا يعد انتهاكا للاتفاق السياسي بحسب قول كوبلر هل يفهم من ذلك دعما لزيارة السراج لحفتر؟ أكيد سيد كوبلر بتصريحي هذا يدعم هذه الزيارة لكن أعتقد أن السيد كوبلر أخطأ أيضا في هذا التصريح لأنه كان مصروض على السيد سيد سراج أن يزور أولا قبل كل شيء الطرفين الأساسيين في هذا الحوار أي البرلمان والمؤتمر السيد رئيس البرلمان عاجل صالح والسيد رئيس المؤتمر سيد مميري بوتامين هذه الطرفين الأساسيين في الحوار لابد أن يتناقش معهم حول كيفية تمرير التفاق السياسي ومن ثم تمرير الحكومة أعتقد أنه أخطأ الهدف تماما حتى السيد كوبلر في تصريحي هذا وكأنه يستفل في الأطراف الأخرى وكأنه عاجل أطراف أمام أمر واقع أشكرك جزيلا الخبير الجيوستراتيجي غازي معالا كنت معنا عبر الهاتف من تونس وصل إلى القاهرة مساء أمس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج قادما على رأس وفد من ليبيا في جولة تسادف مصر ودول الجوار الليبي وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن السراج سيجري مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات خلال زيارته لمصر تمهيدا لبدء مهام حكومة الوفاق الوطني أكد مصدر طبي في مستشفى الجلاء ببنغازي مقتل شخصين وإصابة إثنين آخرين نتيجة سقوط قذيفة عشوائية على شارع بيروت بالقرب من مستشفى الجلاء وكانت المدينة قد شهدت اشتباكات يوم أمس بين مجلس شورى ثوار بنغازي من جهة وقوات حفتر من جهة أخرى خاصة في محور سوق الحوت وهو ما أسفر عن تدمير سيارة تابعة لكتيبة مشاة البحرية قالت رئيسة قسم النساء والولادة بمركز بنغازي الطبي فوزي الشريف إن القسم يطلب النواقص من العيادات الخاصة نتيجة نقص المسلزمات الطبية نفية وجود أي تقصير حيث يعمل طاقم الطبي في القسم دون أي مزايا مادية ولمدة 24 ساعة يوميا وأضفت الشريف أن قسم الولادة بالمركز استقبل خلال العام الماضي وحده ما يقرب من 15 ألف حالة ولادة مشيرة إلى حدوث بعض الخروقات الطبية نظرا لازدياد عدد الحالات وأوضحت الشريف أن أغلب العاملين في القسم هم متطوعون توجهوا إلى المركز لتغطية العجز الناتج عن الكم الهائل من المترددين على القسم أعلن المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء بمدينة بنغازي أن العمل جارم من قبل الفنيين العاملين بدائرة توزيع غرب بنغازي لإصلاح الأعطال الثلاثة التي أصابت الدائرة وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته الرسمية أن العطال ثلاثة أصابت عدة كوابل في منطقة حي الزاوية والمنطقة الصناعية في بهديمة ومنطقة الحدائق أكد الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن الوطني بسبها موسى ميلاد مقتل شخص وإصابة آخر إثر محاولتي سطو منفصلتين وأضاف ميلاد لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مجموعة مسلحة قامت باستقاف مواطن على الطريق الرابط بين تمنهنت وسبها بعد أن امتنع عن التوقف قامت بإطلاق النار عليه وهو ما أدى إلى مقتله على الفور أما عملية السطو الأخرى فقد تعرض لها مواطن على الطريق الزراعية بمنطقة القردة حيث تعرض لجروح بليغة نقل على إثرها لمركز سبها الطبي وأشار ميلاد إلى ارتفاع معدلات السطو والسرقة والحرابة في شوارع المدينة خلال الفترة الماضية بسبب عدم تفعيل القضاء والسجون أفاد رئيس جهاز الإسعاف بالكفرة إبراهيم بلحسن بإيقاف سيارة إسعاف تابعة للجهاز أثناء عودتها من جالو على يد مجموعة مسلحة متمركزة بمفترق تازربو وأضاف بالحسن لقناة ليبيا لكل الأحرار أن السيارة كانت في مهمة لنقل حالة مرضية طارئة من الكفرة إلى جالو قبل أن تقفها من وصفها بالمجموعة الخارجة عن القانون وتقوم بنهم الهواتف والأوراق الشخصية للسائق ومرافقه والنقود التي بحوزتهم وزي الرسم الخاص بسيارة الإسعاف قال الناطق الرسمي باسم مجلس قبيلة لحسونة سالم بوخزام إن وفدا من قبيلة لحسونة سيصل غدا إلى مدينة يباري ليلتقي بالمجلس الاجتماعي للمدينة وأضاف بوخزام لقناة ليبيا لكل الأحرار أن زيارة الوفد ستتضمن عقد لقاءات مع أهالي المدينة من أجل طمأنتهم وتعريفهم بدور القوة المحايدة والتي ستكون تحت إشراف مجلس قبيلة لحسونة أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن حدوث إطفاء كامل للكهرباء ظهر السبت عن مناطق جالو والكفر وتزرب والسرير وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك أن الأطفاء حدث بعد خروج دائرة جداب يجالو عن العمل وخروج الوحدة الأولى بمحطة السرير الغربي نشاتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل ليبيا في المرتبة 122 من بين 126 دولة في تصنيف أقوى جيوش العالم السراج يبحث مع حفتر سبل إيجاد حل عملي للحرب في بنغازي وأعضاء بمجلس النواب يستنكرون الزيارة ويحذرون من خرق الاتفاق السياسي ومعتيب يقول إن الزيارة لا توثل المجلس الرئاسي نظر طبي بمستشفى الجلاء في بنغازي يؤكد مقتل شخصين وإصابة أثنين أخرين في سقوط قديمة عشوائية على شارع بيروت في المدينة مقتل شخص وإصابة آخر إثر محاولتين سرطين مفاصلتين في مدينة سبهة ومجموعة مسلحة تسطو على طاقم سيارة إسعار في الطريق بين جالو والكفرة أهلا بكم الجديد قال رئيس المجلس المحلي سرط عبدالفتاح السيوي إنما يعرف بتنظيم الدولة يقيم حلقات توعوية عقائدية يسادف من خلالها موظفي شركة الكهرباء والخدمات العامة والصرف الصحي بمجمع قاعات وجدوغو إنسانيا أفاد السيوي لقناة ديبيا لكل الأحرار بترد الوضع الإنساني بمدينة سرط واستمرار إغلاق المصارف مشيرا إلى أن التنظيم هدد موظفي المصارف الراغبين في ترك المدينة والعمل في مصارف المدن المجاورة بالاستلاء على بيوتهم وحجزها فور مغادرتهم لسرط حسب قوله قال مصدر إعلامي من مجلس شورى مجاهدي درنة إن قذيفة هاون سقطت ليلة أمس بالقرب من مسجد فاطمة الزهراء دون أن تنفجر وأضاف المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن منطقة باب طبرق شهدت رماية مكثفة من أعلى جبل الكورفات السبعة مؤكدا أنها لم تسفر عن أي ضرر أكد مصدر في المجلس البلدي ببلدية قصر بالغشير استمرار إطلاق النار العشواء في أغلب أحياء المدينة منذ مساء يوم أمس وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن أغلب الطرق في البلدية مغلقة حاليا مشيرا إلى أن سبب اندلاع الاشتباكات يوم أمس كان على خلفية جنائية ونوه المصدر إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الساعات القادمة بين أعيان المدينة والمجلس البلدي والقوى الموجودة على الأرض من أجل وقف الاشتباكات دعا المجلس البلدي في صرمان مديرية الأمن ومسؤولي المكاتب والإدارات العامة بالمدينة وأعيانها وقبائلها ومؤسسات المجتمع المدني دعاها جميعا إلى عقد اجتماع للمساهمة في دراسة الوضع الحالي في المدينة وبحسب بيان صادر عن البلدية فإن الغرض من هذا الاجتماع الذي سيشمل أيضا قادة الكتائب العسكرية والأحزاب السياسية هو وضع الحلول المناسبة لإنقاذ المدينة من الأحداث التي تشهدها في هذه الفترة صنف موقع جلوب الفاير باور الخاص بتصنيف الجيوش في العالم صنف ليبيا في المرتبة 122 عالميا في ترتيب أقوى جيوش العالم وقد شمل التصنيف 126 دولة أي أن ليبيا سبقت كل من الصمال ومزبيق ومالي وزامبيا فقط ولا يعتمد تصنيف الموقع على القدرة النووية للدول أو القيادات العسكرية والسياسية الحالية بل يتم التصنيف على أساس العوامل الجغرافية والموارد الطبيعية المستخدمة في الإنتاج والوضع الاقتصادي الحالي في كل بلد ختام الناشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها السراج يبحث مع حفتر سبل إيجاد حل عملي للحرب في بنغازي وأعضاء بمجلس النواب يسنكرون الزيارة ويحذرون من خرق الاتفاق السياسي ومعي تيك يقول أن الزيارة لا تمثل المجلس الرئاسي مصدر طبي بمستشفى الجلاء في بنغازي يؤكد مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين في سقوط قذفة عشوائية على شارع بيروت في المدينة مقتل شخص وإصابة آخر إثرى محاولتين سطو منفصلتين في مدينة سبهة ومجموعة مسلحة تسقو على طاقم سيارة إسعاف في الطريق بين جالو والكفرة دمتوا في أمن الله ورعايده اشتركوا في القناة